فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء وكان يقرأه في الركع بالبقرة وآل عمران والنساء ويركع نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه ويسجد نحو من قيامه ويجلس نحو من سجود هذا في صلاته في الناس أنه كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المعمومين فيطيل من غير أن يمل للناس ويخفف من غير أن يخل بالصلاة ولهذا قالوا صلاة تخفيف مع تمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف مع تمام هذا إذا صلى بالناس وأما إذا صلى وحده فإنه كان يطيل القيام والركوع والسجود كما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام معه ليلة فقرأ فكبر وقام معه حذيفة فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة أكثر من خمسة أجزاء ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه ثم سجد سجودا نحوا من قيامه فهذا إذا صلى وحده وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذل حاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء نعم لأنه لا يشق على أحد لأنه إذا صار وحده لا يشق على أحد فإذا اختار التطويل فليطول نعم حتى الاختيار في التناسب لو أطال الركوع أكثر أو القيام لا بعد من التناسب إذا صلى وحده ما يصلي صلاة متخلخلة وإنما يصلي صلاة متناسبة إذا طال القيام طال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود نعم بحيث يكون ركوعا سجودا مناسبا لذلك القيام متقاربا نعم